جبل حفيت الشامخ الراسخ يرقب من بعيد بساتين النخيل الباسقات والرمال الذهبية المخضبة بقطرات الندى بعد ليلة شتوية باردة ومعها تناغم فأخرا ومقام حصن مرجب في حلته الجديدة بعد أن اكتملت أعمال الصيانة والترميم بدأت أعمال الترميم المؤخرا في منتصف عام 2022 وانتهت مع أواخر العام الماضي طبعا لو نتعرق على قوانب الصيانة التي تمت كانت الأشكالية الرئيسية في الحصن وجود تصدع كبير في حد قدران الحصن ممتد من الجهة الغربية إلى الجهة الشربية للحصن تمت معالقة هذا التصدع عن طريق التدعيم والصيانة أيضا تمت صيانة مختلف قوانب الحصن الحصن اكتسى ثوبا قشيبا بعد أن جرت معالجة التشققات في عدد من أجزائه وصيانة جميع الجدران الداخلية وتوحيد لونها وصيانة أرضياته ورصفها بالحجارة وصبغ الأبواب الخارجية وتكحيل الجدار الخارجي لحمايته من الرطوبة إضافة إلى تبديل الإضاءة الداخلية وغيرها من الأعمال طبعا أنا وظيفتي هنا كمرشد سياحي في حصن مرجب طبعا نستقبل السواح سواء من خارج السلطنة أو من داخل السلطنة ونرشدهم في المعالم الأثرية الموجودة في الحصن ونحاول نساعدهم ونرد على جميع الاستفسارات التي يحتاجون لها الزائر للحصن سيجد أمامه مبنى البرج في القسم الشمالي الغربي منه ومبنى يقع في الجهة الجنوبية وصرحا خارجيا محاطا بسور ذي شكل منحرف يقع في الجانب الشرقي منه وخمس غرف وبرجين وفي الأعلى تبرز تفاصيل جذوع النخل والسعفيات بطابعها التراثي الجميل الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لحصن مرجب ما هي إلا بداية لمرحلة أخرى سيتمكن السائح من خلالها إلى التعرف على تفاصيله المختلفة بحلته الجديدة ليس هذا فحسب بل إن النيابة تزخر بوجود العديد من المفادات التراثية المتوزعة في أماكن مختلفة من نيابة حفيت بولاية البريمي أنور بزاهر الغريبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر